مرحبا أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع أعتقد هذه الحلقة السابعة لنحكي فيها عن أسئلتكم وأجوبتكم حضرنا أسئلة وأجوب لكم زي ما حكيت أنا مش مستشار هجرة معظم هذه الأسئلة وجدتني على الكومنتات في الفيديوهات عم بحاول قدر إمكاني أني أجد أنها أجوبة من موقع الهجرة الكندي ونعمل ذلك ضعن الله سبحانه وتعالى فإذا كان فيها خير يدعونا ويدعونا والدينا وإذا كان فيها خطأ فعذرونا ليس مقصودا هل هناك مدارس إسلامية لتربية الأطفال الأولاد نعم زي ما حكينا في نوعين من المدارس في مدارس عادية بتروح عليها من يوم الاثنين للجمعة وهاي بتكون عادة مدفوعة يعني برايفت أو مدارس خاصة من 400 إلى 600 دولار على الطفل حسب المدارس فيه أغلى شوية وفي مدارس يوم السبت والأحد بتكون رخيصة كتير بتدرس الأبناء حوالي أربع خمس ساعات لغة عربية وقرآن أريد الهجرة ولكن أخاف على أولادي من التربية في مجتمع غربي الموضوع فري عليه ديبيت كتير وعليه نقاش كتير هل تربية الأطفال في الوطن العربي أسهل أم هون يعني أنا ما بدي أدخل في هذا النقاش لكن في ناس خاصة شوية يعني الموضوع كتير كتير حساس تربية الأطفال في كل مكان صعب خاصة هلا مع الجيل الحديث جيل الإنترنت كل شيء بيعرفوه كل شيء بيشوفوه لازم تكون حريصة على أبناء خاصة في الغرب لغتهم ودينهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم لازم تحاول تحافظ عليها وهذا بتطلب منك جهد خاص بمجتمعنا بيكون الموضوع أسهل فما يعني الموضوع شوية صعب لكن لازم تعود على الأطفال في ناس بأخته الجنسي وبروحه خلاص بقول لك أنا ما بدي ماذا عن الأمل والأمان والنظام الحكومي الدولة كندا من الدول الأأمن في العالم نظام الحكومي نظام مستقر تداول السلطة فيه مستقر المواطنين بتمتعوا بكافة الحقوق والسياسية والاجتماعية وعندك دائما 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 في حرية وديمقراطية في الحديث هل هناك عنصرية ضد الإسلام والعرب طبعا الأنصرية قانونية ممنوعة في كندا هناك قانون يجرب العنصرية في قانون حاولوا نزلوه أو هو موشن نزلوه في البرلمان اللي هو ضد الإسلامفوبيا أو الخوف من الإسلام وتعصب ضد الإسلام لكن تجد هذا الشيء أحيانا تسمع بالأخبار مرفوض من الجميع في ناس حتى لو مبطن موجود عندهم وانتوا عارفين الآن الحرف ضد العرب والوسلمين بشكل عام فالفكر هذا موجود من الميديا عندهم مطا أحصل على الجنسية الكندية حكينا بعد ثلاثة سنوات إقامة كاملة في كندا ممكن تكون متقطعة بس لا يجب أن تخلصها بالأيام بعد ذلك بالأيام كم يوم جلست فيهم في كندا طبعا ممكن تغير القانون تغير قبل فترة كان أربعة من ست سنوات الآن ثلاثة من خمسة هل لا بد أن أقيم فترة متصلة وإلا تسقط الإقامة؟ نعم لازم تقيم سنتين من أول خمس سنوات عشان تضل الإقامة إذا جلست خارج كندا ثلاث سنوات فما أكثر من أول خمس سنوات تسقط عنك الإقامة ما هي ميزات الجنسية الكندية؟ حكينا أنه تحصل على الجواز الكندي تقدر تترشح للبرلمان لمجلس البلدية لبرلمان المقاطعة وبتقدر أنك تصوت في الانتخابات طبعا إذا كان معك جواز كندي وسافرت بالجواز كندي الحكومة الكندية برضه بتحاول دائما بتحميك وتوقف ورا معك أين تعقد مقابلات هجرة كيبيك؟ عادة في السفارات الكندية أريد الهجرة بدون عمل بدون ما أعمل مقابلة هذا الموضوع ليس راجع لك هو راجع للأوفيسرز وهو اللي بحدد عادة النظام الإنجليزي أو النظام الفيدرالي ما بيحتاج مقابلة لكن نظام هجرة كيبيك بيحتاج معظم الحالات مش الكل على أي أساس يتم القبول والرفض في المقابلة هذا بقدره الأوفيسرز نفسه أو الموظف الهجرة بتطلع أن وراقك سليمة لغتك الإنجليزية تقريبا مساوي لما أنت جايبه وكل شيء تمام يعني تقبل الفكرة أنك أنت بدك توع على كندا وأنت حابب كندا هل يحضر الأولاد المقابلة؟ اللي بتحضرها أنت وإذا ما تزوج بتكون معك زوجتك هل يمكن تأجيل المقابلة وكم مرة يمكن التأجيل؟ أعتقد أنه ممكن تأجيل مرة واحدة لأسباب وإذا كان عندك لا سمح الله أسباب مرض حادث إشي بترفع فيها وهم طبعا بنظروا فيهم ما هي الأوراق التي يجب أخذها معي للمقابلة؟ نفس الأوراق اللي قدمتها دائما 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 هذه نصيحة خلوا معك كوبي من كل الأوراق اللي بتقدمها للهجرة خلي معك كوبي من كل إشي حتى من الفاتورة أو من الشكل اللي بتدفعه عايز لما أسافر أبعث لأمي وأخواني يعيشوا معي أمك وأبوك أسهل لأنه في شغلة يسمها سوبر فيزا بس لازم يكون عندك دخل طبعا في كندا ما بكون أنت قاعد على الرعاية الحكومية وتقدر تجيبهم إخوانك أصعب شوي وبتأخذ وقت طويل خاصة إذا كانوا أكثر من 18 حصلت على الفيزا أو الهجرة حصلت على الفيزا أعذب وأريد الزواج إذا حصلت على الفيزا وحصلت على الهجرة بتقدر تيجي هون وتقيم وبدأك تتزوج واحدة من الدول العربية بتتزوجها بتعمل العرس بتعمل الصور بتعمل كل الأمور هاي بتأخذ بتقدم على شغلة اسمها لمشمل بتأخذ حوالي سنة وبعدها بتقدر تستقدم زوجتك مطلقة ومطلقة هل يمكنني أن أسافر؟ نعم طبعا بقدر تسوي هذا عندي أولاد أكبر من 18 كيف بهاجروا معي؟ إذا بدرسوا غير متزوجين بتقدر تضمهم على ملفك أريد أنه هاجر لكندا ولكن من خارج دولتي ما فيه ممكن أنا هاجرت وكنت عايش في الصين لازم تكون عايش في الدولة هاي ليقلي ومعك يقامي بتقدر تقدم منها ما عندك مشكلة كلها بترطلع على نفس المكان كيف أرتب خطواتي؟ أمتحني الآيلتس أول أو أقدم للهجرة؟ طبعا لازم تكون مجهز أمورك معظم هاي الشغلات المستشار القانوني بعطيك الموضوع طيب عايز أقدم على الآيلتس من أي دولة من دولتي كيف؟ أول شيء بتروع على البريتش كونسل ممكن تقدمها أونلاين تتسجل أونلاين وبطلبوا منك أوراق وبتدفع وبطلبوا الصور وانتهى وأعطوك موعد للآيلتس هل اختبار الآيلتس له صلاحية؟ نعم سنتين كيف بقدر ألاقي عمل أو كيف بحصل عمل فيه كتير كتير مواقع عمل في كندا لينكتين منها منها الانديد البانك جوب بنك منسترز أهم شيء أنك تحضر الرزومي والكفر لتر هدول مهمات جدا جدا يكونوا بالستايل الكندي فيها في أحد يستطيع مساعدتي طبعا هون كتبين بالإنجليزي ناس بإني أعمل الرزومي والكفر لتر نعم في مؤسسات كثيرة في كندا اسمهم ستلمينت ايجنسيز في مدينتك معظم المدن الكبيرة فيها عشرات بيحكوا لغة عربية وكل اللغات وبساعدوك في هذا الشيء وين أسكن في أول أيامي أول أيام تقدر تسكن في المدينة اللي انت رايحها ما في مشكلة أي مكان وخلال فترتك تتعرف عنها ستسألهم عن الأماكن اللي كويسة خاصة نزا معك أبناء زي ما حكيت أنا بفضل إن كنت استأجر اير بي ام بي لأول فترة أول شهر تقريبا عبد المتلاقي مسكن كيف هل من السهولة وجد إيجاد سكن في كندا طبعا موضوع السكن صعب كتير خاصة في المدن الكبيرة لأنه ما في أماكن للأجار كثيرة وبحتاجوا لورقة اسمها بسألوا عنك طبعا السؤال هون هل من سهل إيجاد سكن في كندا الموضوع السكن في كندا باعتمد على المدينة اللي أنت رايحة في بعض المدن كتير صعب تجد فيها سكن زي ترونت ومساساقة غالية كتير كمان لأنه ما في طلق ما في عرض حكينا في فيديو كامل عن موضوع السكن للقادمين الجدد اذهبوا لجمال الحوار مع المستشارة الهام مستشار السكن أو الشراء والبيع ما هو ما هي التكاليف المعيشة في كندا في موقع اسمه نامبيو حكينا عنه برضو في فيديو كامل ببين لك كل تكاليف المعيشة في هاي المدينة وبيقارلكها بمدن أخرى من أغلى من أرخص موقع ممتاز نيو ام بي اي او روحوا عليه وأكيد أكيد رح يساعدكم في إيجاد فرص أو معرفة أكتر هاي آخر الأسئلة ودعونا بالتوفيق وإذا عجبتكم هاي السلسلة عملوا لها شير وعملوا سبسكرايب لهذه القناة هذا أقل شي بس دعمكم وشكرا لكم سلام عليكم والله يعطيكم ألف عافية والله يقدم لكم الأفضل يا رب السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجيع لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل يصلك كل جديد